اشتركوا في القناة صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحيك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرمون بطلون تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغموا لو لا القضاء لمح الوجود بسيفه أبو فاضل والله يقضي ما يشاء ويحكموا قعدة قبال النهر متربعة زي أنبو قامت تحاج المشرع أمل عده كان كافل هيرد تحضن وتشم مثل شم الورد تاخذ الماء من ديه وتستغيد بي أن أطفال وخواتت وزع راح يا وصف القمر من الحياة ظلت الحرة بدموغ ساكبات بل حاجيني وقل لي وقل لي يا فراتش صار بالعباس وسط المعمع قلها قلها خبر النتشي بتحام الحما كانت الدنيا ظهور بس مظلمة شفت عباس البطل سلصارمة شفت روس القوم كلها مشلعة شفت هالصوب القمر فزعت لبيين والقمر منك نادئ يا حسين صاجع وطاحت لجن ما أدري وين بس سمعت الصوت من الصاعقة شاعر حسين الساعي سمعها هلأعود عليك واسترسلوا يا بالقصيدة شفت هالصوب القمر فزعت لبيين والقمر هالصوب نادئ يا حسين صاجع وطاحت لجن ما أدري وين بس سمعت الصوت من الصاعقة صاعقة وضحر الزلم من هالتوا وقام كل اثنين يطبقهم سوا حالطريج الماي كظبيد اللواء ودخل للماي وعدام تجمع ركب غوجه وقام يسحق عالرقب ودخل ماي الشاط والموعد قرب حسوبه يشرب ولكن ما شرب مل الجود وطلق من المشرعة مل الجود وطلق قايف للوجود قاصد الحرة وتعنى للحدود لحظة وتنوعت شفت بلا زنود بس سألت بيوم صابة ومدمعة بس سألت شلون تقدر تستبي ونابت بعينك سهم يا ابن الأبي قال شم حسين واخبي لحبي قال شم حسين واخبي لحبي يا حسين سكن بطفلك الملهو فجتني يا حسين سكن بطفلك الملهو فجتني يا بسلسانة وحالتي والله شعبتني حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الون والرضيق يدير عين حلت مدامها يا أخويا ووقفة إحذاي ترتعش وتقلي يا عمي ذاي بحشا مدت ثلاثة أيام والله ما ضقت واخنا يا أخويا الموت لازم واردين قال لي يا قط بالحرب الحسين يقول للعباس قال لي يا قط بالحرب يا شايل حملنا خلى يا أخويا من العطاش يحلك طفلنا الله يعين الجيش لتشتت شملنا أقبك يا أخويا تميل عدوانك علينا أقبك يا أخويا تميل عدوانك علينا عباس بعدك وحدتي والله متشيد وانت يا أخويا الجيش سردالة وعميدة تدري الأخو للموت ما يسلم عضيدة والجيش يدفئ الضغضغ من انفارق عوينة ترد عنا بفضل قال لي خلي تموت نسوتنا ضمايا قال لي خلي تموت نسوتنا ضمايا وإحنا يا كحف الخايف اليوث وشفايا يا حسين رخصني أنكس هالرواية خيك يجيب الماء لو تقطع يمين يلا خيك يجيب الماء لو تقطع يمين ولا خيك يجيب الماء لو تقطع يمين آه انذكرها زينب قل لأخويا تذكر ليلة من ليالي العمر اللي ما تنسى يبو فاضل ليلة واحد وعشرين من شهر رمضان الإمام علي كلم أولاده ووصاهم إنه بقال أولادي كلكم وطلقوا بس خلي ظلون أولاد فاطمة طلقوا قون محمد جعفار عبد الله بالأخير دنك أبو فاضل وطلع وإذا بصوت من الأمير وإن رايحوا ليد أبو فاضل قل لأبويا أنت قلت أولاد فاطمة خلي ظلون أنا ماني ابن فاطمة أنا خادم الأولاد فاطمة يا أبويا قل تعال يا عباس الوصية إلك بحضور أولاد فاطمة قعد يم صاح وين بنيت زينب خل تجي يمي إجاج زينب شال إيدها وخلها بيد أبو فاضل يا عباس هايختك وهمل شادها يشيدك أمانة وأردة سلمها يا أبويا مني ديل الخدر هو الضغة لو سار أنت الحارس نريدك نهض يوم السمع أباس أمرك يا الأبو على الرأس وخل تسمع جميع الناس تراها بشار بزينة وفنحدة ليصل خدها عادي تقولها مثل الأيام أخويا 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 أنا بشاربك لا تقول مدري مدري يا عباس يا صيوان خدري بعد أتعبك بشنبيت حتى تصير قارئ ومستمع بالمقدمة وبعدين ذب التعب علي والله يعينك يا أخويا وصاك أبونا نزل ميد الحكم وصاك أسيا فجندة للأبطال وصاك يا أبو فاضل أبو نبيش وصاك أعنيش قال لك عندي المني يا أه أه وقباسة إلك يقل هقل الجبل هم تراها وصية والد تشعيني قل بشار بك زينة تراها بخدمتك أمري أخويا علي الله عباسة إيه حتشويان البرة لولا الله عباسة اتقل لهذا الجيش صوب الخيم يردان وشوف اسهام من لعداك يردان يا ابن أمي خواتك ماي يردان وانا برجواك لا تبغد علي يردان وشوف اسهام من اغداك يردان يا بفاضل خواتك ما يردان وانا برجوك لا تبضي علي تردون احكي بيت عمكم القضاء حوائجكم احكي لابو فاضل يماك اخلفنك ببوك تريد يا عباس بمن احلفك سيدي هالليلة اخلفنك ببوك تريد يماك يماك ارحمني ولا ارد عقشان يماك الي حاجات يا العباس يماك قضت له غيرك اليقضيها لي منو غيرك ايه عدمك قضت له غيرك يقضيها لي احكي لابو دك هو يا انا ويهاي اقف فيهاي دهري دور ويهاي وقلب من الجروح يصير ويهاي يا خزي انا بجبتلك ماي ويهي وانا ادري بيك ما تبخل ويهاي طولها 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 لكن الامر لله والعاقبة للمتقين اخواني وقفة وجيزة هذه اوامر من ادارة الحسينية الموقرة امرتني بودة اربع دقائق خمس دقائق هذا الفاصل هذا ان شاء الله اتمدون ايدكم في جيبكم وتعينون الفقراء الذين يعيونهم عليكم حد الامكان الله يقول الله خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروفة بل وهديها من يطي الصدقة يحد صدقة ولدي هدية 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 فقراء سادة موجودين ولا تفوتك ونحن ما نعينها مثل الديية ماذا قدر عندك دينار اقيل اكثر وان شاء الله مسجلة ورب العالمين يقول بل كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم عين المساق فلا صدق ولا صلى قدم الصدقة على الصلاة لا تفوتكم اخواني بارك الله فيكم فقيم الله مناع للبغيط هيا فقيم الله مناعي لا تفوتهم رحمه الله يقواكم والله بسرعة أفر الله لكم أفيا أقرأوا لأمواتكم الفاتحة بسم الله رحمة الله رحمة الله يا الله اتهت خوية بارك الله فيكم يا الله قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب فقلت أحمد خير السادة الرسلي قالت فمن بعده تصف الولاء له قلت الوصي الذي أربى على زحلي قالت فمن بات من فوق الفراش فدن فقلت أثبت خلق الله في الوهلي قالت فمن ذا الذي آخاه أمقة فقلت من حازر الده الشمس في الطفلي قالت فمن زوج الزهراء فاطمة فقلت أفضل من حاف ومنتع لي قالت فمن والد السبطين إذ فرعا فقلت سابق أهل السابق في مهلي قالت فمن ذا غدا باب المدينة قل فقلت من سألوه وهو لم يسلي قالت فمن ساد في يوم الغدير أب فقلت من كان للإسلام خير ولي قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله فقلت من لم يكن فرع بالوجلي قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا فقلت ذاك أمير المؤمنين بارك الله فيكم أخواني أرداخذ من هاي أبيات الصاحب لابن عباد رحمه الله مفرد واحدة ولعلي أبدر أعرج منها إلى مجلسنا هذه الليلة ألهمني الله وإياكم القول السديد وجعلنا ممن يتبع القول عندما يستمعه فيتبع أحسنه المفرد زوج الزحراء ولما التقى النور بالنور قال رسول الله قوله قوله صدق وحق لو لم يكن علي لما كان كفء لفاطمة آدم فمن دونه يعني إذا ذول كلهم مهم كفوا إلى فاطمة بس علي إذن علي هو الأفضل شوفوا شلو وزواجها بيد السماء ومدامها عند الإمام علي ما تزوج معاها مرة ما يمكن ما يمكن أن يتزوج معاها فهي سيدة النساء بإجماء المسلمين لكن مع الأسف تشوف في كتب المسلمين روى أخبار تسيء للإمام علي عليه السلام يعني لما يريدي يوضح لك تقرف لي قال رسول الله فاطمة بضعتم مني من أغضبها فقد أغضبني لا ما ندري قال معالبنا أبي طالب رات يزوج على رأسها بنت أبي جهل شوفوا شلون الحاجي والله هذا الكلام من يما تجي له ما مقبول هذول المطهرون الذي أولى نقاهم خلاصة المجتمع البشري مو هكذا يقال عنهم نأسف على دكتورة عدها كتاب اسمه أعلام النساء المؤمنات تذكر معاهم سكينة بنت الحسين عليها السلام ومن ضمن ما تذكر تقول كان عدها مجلس تجمع به الشعراء والمغنين بالله عليك مو بنت الحسين إذا بنت رجل محترم في قومه من الناس العوام تسويها هاي بنته والرواية عن الزبير بن بكار شلون تسمح لنفسك أن تروي هكذا أخبار عن آل رسول الله هاي فضاء الجهي ترويه أنت عنه لا والأعظم من هذا يروي خبر وسمعنا يدرس أجيال لا على مستوى كبير يقول مرة رسول الله وأنا لما أنقل هذا الخبر بل أطبق على نفسك أنت هذا اللي يحكي عنه تسويه أنا مطمئن ما تسويه شلون يسوي الإمام علي يقول مرة الإمام علي عفر رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام علي مضطجع عند زوجه قال من شاف النبي قال لا ضل نايم النبي وعه هو يسولف شيخ كبير لا تسمع ناس النبي وعه قال لعلي لقد صلي ما يخارف وقع ما قال الإمام علي قام صلى قال لنا خلنا نام أرواحنا بإيد الله إذا أراد هو يقضبها إذا أراد هو ينشرنا هو يبعثنا الإمام علي روحي له الفداء تربية رسول الله الذي يتبعه اتباع الفصيل إثر أمة وقد أحبه رب العالمين لأنه المتبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد روى صحيح مسلم أن علي قال عنه رسول الله يحبه الله ورسوله يوقي للصلاة وما يقوم أنت الإنسان العادي وأنت المتكلم إذا يمرع علي كرس ولله يقول لك قوم للصلاة قوم له ما تقوم ما هو عن الإبنة طالب يذر نايم لا تستطيع تصرع الإمام علي بهذا الكلام أكبر منك إجوا وحشوا أكثر من هذا الكلام وكان تعتيم إعلامي وعلي ما يصلي وعلي ما يغتزل من الجنابة وعلي علي وهذا علي وأين مناوضوه وأين أعداؤه لقلق بباب علي أيها الذهب وأنه وانعل ابن أبي طالب زيان النبي لما ما وقعه وما قام شنو سوى هيقول النبي ابتسم ودق على فحذاء وقال له وكان الإنسان أكثر شيء جد والله ما قدري لا وعنه التعليق يعني أنت اسمعون تتأذون بس لا بس هو موجود على مواقع اليوتيوب يقول هذا شنو فرق عن إبليس لما ما قال له اسجد وما اسجد وهذا ما قام ما عدري يعني ويدع المحبة وين المصداقية للحب للود ففاطمة الزهرة عليها السلام قدها خصوصيات ما عد غيرها بس التفتوا إلها أنا قلت لك أردعرض لمكان آخر الأول إنها بنت رسول الله ولا غيرها بنت ولا ولد لرسول الله الوحيدة ماكو غيرها لأن الله مثل ما موت أبوه وأم النبي وهو طفل راد الطاعة بس إله موت أطفاله وهم صغار راد العناية الأبوية بس لفاطمة الزهرة بس اثنين احنا كنا بعالم التراب وإجنا للأصلاب وإجنا العالم الوجود فاطمة تحتلف روحي لها الفداء كانت بالجنة يسعد إلها رسول الله يجيبها تشرف الأرض في منطعش سنة وتعرج مرة ثانية للسماء شو بشلوم فاطمة هي الرابط بين النبوة والإمامة إذا نذر نذرت أم مريم وأله تقبل من أده وبركت هذا النذر صار منه مريم وصار يحيا اللي دعا زكريا عنده مريم وصار إيسى صاحب شريعة وكتاب وإلى يومنا هذا هالبركة من نذر امرأة نذرت فما بالك بفاطمة الذي قال عنها رب الأرباب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا شنطها رب العالمين أعطاها سيدة شباب أهل الجنة يعني سادة على الأنبياء في الجنة وهي سيدة نساء أهل الجنة كما في صحيح البخاري سيدة فاطمة واللي يكون سيدة في الجنة على كل الأنبياء مش سيدة في العالم هذا في العالم الدنيوي هاي يا مولاي وهو يقدها خصوصيات روحي لها الفداء منها أنا وأنت وكل الخلايق من آدم إلى آخر مولودي ولد كلنا كن نرضى برضى الله أنا يمكن فتمرأ الآن خابروني قالوا ابنك مات أخوك مات كن أرضى برضى الله مش أزعل له أغضب لأنه شنو هو إذا أنا مؤمن كن أرضى برضى الله ليش الله ما يرضى برضىي يقول أنت رضاك وغضبك مش مؤمون يمكن تحب أخوك الما يصلي ابن عمك الما ملتزم من هالأمور هذه ولكن أنتوا كنت ترضون على رضاي أنا شوين ما أرضى ترضون معاك هذا القانون مطبق على كل الخلائق بس رفع القلم وكتب عكس هذا قال رسول الله هند المسلمين جميعا فاطمة يرضى الله لرضى مو سهل لأن يدري هذه المرأة ما ترضى على شيء يغضب الله ولا تغضب على شيء يرضي الله سيدتي نظر له المجلس اللي إليه ومدي إيدك إلى السماء بعين أبو فاضل نقسم عليك أيتها الشهيدة الصديقة مدي كفك إلى السماء وأسأل الله بتوفيقنا وقضاء حوائجنا فإلى أن دنت منها المنية حل أقولها المفردة حتى أعرج ومتوقلت لكم الوحيدة عند رسول الله ما عدها ولا أخت زين قل لي اثنين متزوجن الخليفة الثالث شلون هذا أني مو بنات رسول الله نحن نقول لا ذني همان بنات خديجة ذني بنات حالة أخت خديجة لأن أكو حديث عند المسلمين قال له رسول الله يريد التفاته إذا تلتفت إلى تستنتج المعنى قال لي يا علي أعطاك الله أربعة لم يعطي أحد مثلها النبي قال على ابن أبي قال شنو واحدة من هالأربعة قال لي أعطاك الله صحرا مثلي ولم يعطي أحد صحرا مثلي يعني الوحيد صحر رسول الله منه صار واضح الحاجة لو ما واضح يعني غيره بلي مو صحر وإنما دني رباء برسول الله رباهن كبرهن بهالمعنى دني ربا نقل للزهراء أخي مش بس بنات رب النبي حتى ولد رب اسم الزيد والقرآن يذكره وعلى أثرها المعنى قال القرآن ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن شنو نأيده أنه أبو للحسن والحسين بآية المباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم فلما دنت منها المنية فاطمة قلت للإمام علي وصايا أوله قالت لعلي إذا أنا مت غسني من وراء الثياب فإني طاحرة وكفني وحنطني وصلي علي وتفني ليلا وخفي موضع قبري وتزوج بأمامه ابنت أختي هاي اللي ربت معاه تقلها أخي أمامه بنت زينب عرفت لماذا أمامه لأنه أمامه يألفون معها الحسن والحسين وجهها مش غريب إذا أجت للبيت فعلى أثر هالمعنى الإمام علي بعد وفاة الزهراء بثلاثة أيام تزوج يمكن في ناس يتعجبون شنون يتزوج الزواج مو حرام بس الحرام اللي اليوم جاي يفعلون المسلمين أقول كلمة ما أدري توافقها ترفضها أنا أقول تسعين بالمية من زواج المسلمين منكر يفعلون فيه المنكر نتورع نحن تربية آل رسول الله ما حرم الله يكون في زواج وهذه مقدمة لحياة جديدة أصص هذه ما يمكن أن نخربط فيها تزوج الإمام وعلي بها أمامه بعد فترة في عهد الخليفة الأول حاربة والردة غيرة سمها الردة زعيمها مالك ابن نويرا عليه الرحمة بقيادة خالد بن الوليد راحوا الهاية الردة قتلوا رجالها وقتلوا مالك ابن نويرا حتى خلوا اثنين اصخرات وخلوا راس مالك ابن نويرا وخلوا عليها الجدر وطبخوا بل أقرأ أشعار أخوه متمم ابن نويرا يحكي عن أخوه ويرثيه مما الرث أخاه فلما تفارقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معه وايبش على أخوه أسروا النسوان هم وجابوهن جابوهن للمسجد اثنيا من الصحابة ذبوا عبيهم على المرة هيش يعني معناها هذه إنه قالت شيلوا عبيكم أنا مو أم أنا مسلم وجابوهن غصب أنا مالك حريتي واللي يريد يتزوجني مو ياخذني بهالعملية لا وإنما بعقد وبرضاعي وما كواحد يتزوجني إلا يقل لي شنو في ذهني شنو يدور بداخل رأسي قال لو تردين من أدن على مالغيب قالت لا اللي يتزوجني يقل لي بالرؤية اللي شافتها في أمي وجاء مولانا أمير المؤمنين سمعها قال ها أمت حملة بيج في أيام وسنية القحط وكانت تتحاجيك وأنت في بطنها تقل لك يا لك من حمل مشوم وصار الليل أنت حاجيتيها بعالم الرؤية قلتي لها أنا خير راح أسوي مجد لعشيرتي ولقومي وأمك هاي الرؤية كتبتها إليك ببرطاعس وانت الآن ضام هذا المعنى بظفيرتك جيبي قالت لمن أنت أيها الفتاة قالها أنا علي قالت لمن أجلك سبينا فتزوجها الإمام علي اسمها خولة وتكريما إله حتى تتحقق رؤياها أهلها كلهم قتلوا سم ابنها باسم خوالة ابن الحنفية تسمعون ابمحمد ابن الحنفية هذه أمة بعد ورث رث برث سنتين ونوس لما مات الخليفة الأول كان متزوج بزوجة عبد جعفر الطيار جعفر الطيار زوجة اسمها أسماء لما مات جعفر الطيار ستشهد تزوجها الخليفة الأول لما مات تزوجها الإمام علي أسماء بنت عميس ولائية موالية تحب أهل رسول الله وأولدت للإمام يحيا ولما مات الخليفة الأول كانت خامل بابن محمد ابن أبي باكر حتى الإمام علي عند قول يقول محمد ولدي من صلب أبي باكر حتى لا تعرفون الولاء هذا الرجل بل للإمام علي لأنه تربى في أحضانه والإمام كان يعتمد عليه كثير ولما دز في قضية من القضايا لمصر بالطريق بأمر معاوية ابن أبي صفيان قتل وشلون قتل يا أخي قتلوه وخلوه بطم الحمار أكرم الله محضركم وحرقو بلي كانت عائشة زوج النبي ما تحاج أخوها لكن لما سمعت هذا الخبر إلى أن ماتت ما أكلت أكل مشوي حزنا على أخيها وكانت بالصلاة تدعو على معاوية أخو هذا غالي لكن لا زال الإمام يتزود وتزوج امرأة نحشلية وأولدت له عمر الأطرف هذا أني ترى كلهم بعد فاطمة الزهر الإمام عنده هدف ذاك اليوم قاعد يم أخوه عقيل طبعا الإمام عقيل ما يفوق به الأعلم الأنساب بس ردي يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم أنتو يا ناس بل يسأل الطبيب عن الطب والمهندس عن الهندسة والعالم عن الفقه حتى شنه هو جنابك تستوعب مو عيب العلم الجهل عيب وقل ربي زدني علما قال أقيل أريد أن تخطب لي امرأة من ذو البيوت ولدتها العرب من الفحول قال أنا أعرف خوش ابني هذا حزام زعيم قومة قال دونك ها فاخطب راح أقيل وصل لقى هالحارة هالبادية مالتهم محل سكنهم قبيلة وحدة لكن ليلية يرعاها بيت يحلون حماية ينبوابتها ناس حواليها خاف يجمون عليهم ولما وصل عقيل أوقفوه منين جاي وين تريد قال سلموني على زعيمكم قلوا لعقيل ابن أبي طالب جاي لك هذا لما ما راحوا وقلوا الحزام قلوا لعقيل جاي لك ابن أبي طالب تفاجأ عقيل أخو الوصي يجي ليا أنا هذا ما يمكن أتلك قاهج بسرعة دزعلك بار القبيلة شيبتهم وشبابهم وشهرة والسيوف تكريماً إلي واحتراماً له ويقدمهم الزعيم ولما وصل يم الباب كيف لون واحد يهوس ارتجز إلي تشرفت بك الديار وتزينت بك الدار يا أخ الوصي البعر ورحب به وظل مولانا ديوانا شاحن القبيلة التموس والفلهم عقيل عن مجد العرب خروب العرب شعراء العرب حرب البسوس رغيف الحولاء والناس تسمع من عنده وضيافة عربية ثلاثة أيام بلياليها يوم الثالث صار الصبح طبع لي حزام سبق عقيل قال حزام جئتك خاطبا ابنتك لأخي علي ابن أبي طالب يسمع هذا الرجل حزام حزام عربي ابن أصول يقرف أصول العرب ما ينطق كلمة إلا ويفكر لها ما يفعل فعل يعني يدري يمثل قومه لكن لما سمع جاي يخطبون بنتها لعلي قام وخلي إيده على رأسه قال أتشرف أتشرف بهذا على العرب والعجم ولكن اسمح لي خل أشوف بنتي ما أجبرها همقلها كلمة والبنت الفحلة بنت العرب يم أبوها ما تتكلم تستحي كلها حياء ويدري هذه بمحظرة ما تسولف من رادي يتكلم معاها لقاها تسولف وإيا أمها يدري إذا يضب عليها تضع كلام فصغال تقل لأمها أمها رأيت رؤيا خيرا رأيتي تقل لها أمها تقل رأيت كأن القمر سقط في حجري وانفلق إلى أربعة فلق قال لها أبوها بشراك إذا صدقت الرؤيا تتزوجين بأشرف العرب وتلدين منه أربعة أقمار كأنهم النسوء الروابي فهذا علي قد خطبك قال لك رضيت به وصعد تمت المقدمات وإجا وراها الإمام علي وجابها للبيت تدرون ليش أمه البنين غالية عليها ونكرمها ونحبها شيف حسينية مثلكم شو كنتم تتجون على الحسين هذه قلبها مثلكم ولائية لأنها تحب الحسين الله خلالها اسم ومجد وإلا بقية النساء ما لهم ذكر مثل أم البنين وقف به يم الباب تفضلي يا فاطمة قالت لسيدي معظم صيح للحسن والحسين صاح عليهم يا ولد رسول الله طلعوا الحسن والحسين وزين كلمتهم فاطمة بنت حزام قالت سادتي إجتكم خادمة لبيتكم تقبلون بيها ترضون بها فرحوا قالوا حياك الله أنت أمنا تفضلي قالت لا هم معظم علي مولاي أطلب منك هس من أطب للبيت تغير لي اسمي بعد لا تقل لي يا فاطمة ليش هذا الاسم أنا أحبه قالت لي صحيح هذا الاسم كلنا أنا أحبه ولكن ما يمكن كانت قبلي وحدة فاطمة وأنا أكون بالبيت فاطمة أنا جاي خادمة لأولادها غير اسمي قالها أحسنتي فأسماها أم البنين ومتونسة يا منسوان العرب زي أنا بتقلها يم الحسني قلها يم الحسين قلها يم وقال من عليها وبشرت بالحملة حملت وذاك اليوم مو موعد ولاده ليلة الرابع من شعبان والإمام أمير المؤمنين في الصلاة الفاجر في المسجد وإذا ولد القمر وزينب استأذنت من خوانها قالت خويا أنا أردبشر أبوي اليوم ظلت واقفة بالباب إلى أن رجع الإمام وحبت إيده أبوي وإذا صار عدنا ولد جن قمر قال أنا بشرت أبوي البشرة إليك يا زينب وإجا الإمام استحمد السلامة لأم البنين أوخذ الطفل أذن في أذن اليمنى وأقام في اليسرى وفتح قماطة عادة الطفل إذا فتح قماطة يلعب بأيدي ما أنرأ الإمام علي يد العباس بك قالت لأم البنين سيدي واليدي في عيب قال هلا يا أم البنين ولكن تذكرت ما يجري على هاتين اليدين هاي إيدي تتقطع في سبيل الحسين صاحة راس القمر عباس والشفين والعين وجعفر الغالي وعون وعبد الله الطيبين وأمهم يا حيدر أقل في دول نروح الاحسين كنا في دول الاحسين وبالفعل ربتهم تربية على حب الحسين ولما ما طلع الضعان من المدينة وذاك الوقت أم البنين عجزت كبرت تريدني أنخاك لو تقرأ أنت هالليلة أنت طاب في المات بعد هالليلة ما أنخاك أنا قدنا بالسنة ليلة وحد الأب وفاضل وعلى طيلة السنة أنت تصيح يا عباس هالليلة ما تصيح عليه أم البنينة بدر لبن ثدي الغذاك لما أنت ضبل المشرق لا تشرب الم آه قال هاتو وصيني وأنا عندي وصية من يوم حيدر قربت من المني أصيراً أصير العبد يوم العاشر من المحرم لما قضت كل أصحابه وأهل بيته روحي له الفداء كم مرة يجي للحسين يستأذن منه مولاي اقذلي بالبراس والحسين عايله ويبكي يقل لي عباس أنت إذا ذهبت يقولوا أمرنا إلى الشتات ترضى يابو فاضل أنا ظل وحدي لا تقل لي ما تروح يا عباس ما تروح لكن لما اشتد الأمر يا أخويا اجالب هاي الذريعة قال له سيدي اسمح لي آتي بقليل من الماء لهؤلاء الصبية والأطفال بهذا المعنى الحسين أرخصة لكن تدرون أشترون أرخصة يا مولاي تعانقا إلى أن هووا على الأرض أنا أنا يهل الشرف خلوا الحميل كله حتى البر يتجاوبوا المعنى وياي عباسنا ديوم حرب الغاضي يهل الشرف يهل الشرف خلوا الحميل كله عباسنا المغروف في يوم الوقايح لازم أخلي الخيل توصل للشرايح وانتشاق ضير البوم وسط البر جايح يشبغ من الحوم العدف الغاضري هلهلت لزيناب اغتاب وقعل يا زيناب شنه الخيل وتهمج أخوتشو صارمي بيمناي وفن اليو صلخ يمج وحق الحسن يا زيناب شبدو كسر ظلهم لخلي جموحة الشار وخلي الناي حبك الدار وسوي كربلة ذكار وخلي الناس جيل نجيل ما ينسون عملت ايه تمطب الرجاب وقال يا زيناب تشجعيني وانا مؤدي بالفرسان ابو فاضل تعرفيني وبجت يمه أفعليك زيناب تبجين هذا البيت شكدر حلو اسمعه واذا عجبك قل لي أعود عليك أقراه يلا يختردي وصفوري لمدللات يختردي وصفوري لمدللات الماي أجيب اليوم حيق للصلاة لو أجيب الماي لو شق الفرات اليوم أطم النبزي لمهو خيل ها هو يختردي وصفوري لمدللات الماي أجيب اليوم حيق للصلاة لو أجيب الماي لو شق الفرات اليوم أطم النبزي لمهو خيل دخل أبو فاضل دخل إلى ساحة الميدان شال إيدا للأعداء أنا الذي أقرف عند الزمجرة نغم بابن غلي المسمى حيدرة أين تفرون اليوم يا كفرة نضيها صوت بارك الله فيك أين تفرون اليوم يا كفرة وأنا كيام العطية حدر قمر هاشم على جيش العدوسة رمح المنية وصارمة بتار العجال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد يتبخترم كيف ملاق الموت عيد حدف القضب سيفة وغزراء البيد ضيق فضاعة والعساكر شافة أحوى وكان على المشرع أربعة آلاف فروا من بين يديه كأنهم جراد منتشر دخل إلى شاطئ الفرات قلبه كالحديد الحامي من الضماء لمس الماء بيده رفقه بيده رماه على الماء هذا الماء يجرب طون حية وضوقة قبل أخوي حسين وضن طفل يا ويلي من الغطش فضنيا مقرب والغمر قسار شلون أشرب أخوي حسين قد شق وسكن والحراب واتفال رضغة وضن قلب الغليل التغذ نيران ياريت الماء بعد لاحة لو مر ملع الركوان زمها خرج من المشرقة نظر إلى ساحة الميدان صاحق عمر بن سعد ياكم لأن أوصل العباس الماء إلى المخيم أفناكم عن آخركم وما كنت يا حسين قال أنا على باب الخيمة إيدي بيت زينب فرد مرة قالها وتركيني أخيه ورايح يا ابو غلي قالها ما أشوف العباس بالميدان أقبل إلى الميدان رافعا صوت عباس استند إلي وأستند إليك كرة ناخ الجيش وحسين انت خوصا عباس باليمني وبو سكنة بالشماء صبوا على العسكر من البردين زلزال ولكل قصد خيه ورفيف العلمنيش ما صرحتوا يا نهلي لأين الصارخون ولاه ولاه شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشم وياي وياي شمس النبوة وقمر هاشم يوم دار الفلك بيها وتلاق النور بالنور صبوا سحابا قل الكتائب والسمة تموت اهتبنا وزينب بلغة تترحب الأخوان أين الصارخون حسين وسيداه وغباساه بينما الغباس يقاتل إذ كم ناله غدوه من وراء نخله ضربه على يمينه فبراها أين الصارخون وغباسا نادى والله إن قطعتموا يميني إني أحامي أبدا وغن إمام صادق أخذ السيف بشماله وهو يضرب بهم بينما هو يقاتل إذ جاءه غدوه ضربه غلى يساره فبراها أصلك حسين نادى يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم فأصلهم يا رب حر النار آخ الغلم يا أبو غلي وقلة الحيل مقدار أشيل إسلاح والجربة في جيل طاح الغلم يحسين خل ضغم يجيل لا ينكسرج يا شك يا بن حادر يا سردال بينه ويقاتل جاءه لغين حرمله ضربه بسهم في غينه شغله ذلك السهم عن الحركة مد يده اليمنى وجدها مقطوغة مد اليسرى وجدها مقطوغة أخلى رجليه من الركاب وضغ السهم بين ركبته وإذا قمد الحديد على رأسه صح يدركني أخي يا حسين أقبل أبو غبد الله وصل عند الغباس الغباس يسمع واحد جاي يمشي يمه بنا واحد من العدوان قال يا هذا لا تذبحني لمن ما يجيني أخوي أو أدعو يودغني وإذا بصوت جيتك 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 يلزد تهمي غلي علي اكسرت ظهري اش بغت خليت بي اكسرت ظهري بي اش بغت خليت بي قعد يم بتشيتني عباس تخلي بالك يمي وأنا الما بتشيت شيا أخو مثلك يا أخو يا ما لقيت خو يا يمن كل الضمد بيك ايديها ذن فد واليديك يا أخوي العباس صح الحسين قال لي ليش توني يا أخوي أنا يمك أخوك قال لي أخوي عندي منوب قلبي بس ما أقدر أسوي أنا أخوك يمك احتي لي قال لي أتمنى أكون عندي إيديا وش بقك قبل ما أموت يا أخوي قال لي أنا عندي إيديا دنق علية وحضنة العباس صح آه هالمرة ليش ونيت يا عباس قال لي هاي المنوى بعد ما تصير يا أبو غلي أتمنى كون أمي أمي البنين يمي تعوذ بالله من عين لا تبكي على أبو فاضل كان يمي المنوى يا أخوي يا أخوي يا أخوي يا أخوي يا أخوي حالي المرس ما بياناكو ما بي خو يا حسين جر السهم من غاني ايقل سهم عينك يا خو يا شلون اطلع اطلع متعادل وسطها وصعب شلع اريد اقعد ينور العين وانعا عليك اليوم وجر الدمع من دم اي خادمك على مرك ان شاء الله سهم عينك يا خو يا شلون اطلع متعادل وسطها وصعب شلع اريد اقعد ينور العين وانعا عليك اليوم وجر الدمع من دم اباس عندي سؤال منك تفضل اخوي ابو علي اسمعك قل للك عندي سؤال وقلبي محتار دايم تقل لي سيدي في ليل وانهار ابيا اخوي ما ناديتني من جنه صغار وبس ما بخت ناديتني يا اخوي يا يحصي ان شاء الله يبجيك الجواب قل لنا حيل الغمات فوق الغبر ذبني وقبل اصل التربان شفت دي اني جتني وشفت امك الزهرة تقل لي هلا يبني قل لنا حيل الغمات فوق الغبر ذبني قبل اصل التربان شفت دي اني جتني وشفت امك الزهرة تقل لي هلا يبني ونستني كل الامي وجروحي بالضلعين اسرخ بها البيت صرخها وياي ايجت لي وشالتني عن الغبرة وحضنتني وصاخت امك الزهرة هذا احصي ان جالك من كسور او شفت لطمة غيون امك يا اخوي احصي ويا لي يبشيك البيت ظلت ظلت دموع حسين بالوجنات تجري قل لبعد اخر سؤال الذها الفكري كل ما اخذ راسك بحجري تقوف حجري ليش الفقل هذا وانه وانت عضيدين قبل لا اقرأ البيت المهلم يصرخ الحاضر حسين قل لا اخويا 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 اشنان اخلي راسي بحجرك وانت بغت ساق الشمر يجغط غلى صدرك وانت عضيدين تقول سابح لي ما ينعلها للبيت أراغيهم ويلي ويلي رادي شيلة امتنع ابو فاضل قال له سيدي اتركني عافظ مشى خطوات واذا يسمع صوت خو يا حسين سلمني أغلختنا أغلختنا وقلها المنية فرقتنا رجاء وتلقت سكن الحزين يا ابو يا غمي الغباس وانا وجت لزينا شو جيتنا وحدك يا حسين اش مع البيت صاحب صوت زينا بي يا زينا يا زينا يا خويا شلون بي شلون بي يا خويا شلون بي شلون بي يا زينا يا زينا براح أباس من دي ولا واناك يا ملعطية قال توصف لي احوالي قال مخاق لتشتو اه اذا ما تغرحت ابن دنا تعبت ها قال توصف لي احوالي قال مخاق لتشتو والسهمنا بتبغيني يا حزينة وماشو احوالي وشعر راسة مخضب بدمة ومقضوغ تشفو وانا يختي انكسر ظهري يوم شفت اغلى الصعي وراح الحيمة والاه راح الحيمة العباس وسحب عمود الخيمة ووقعت الخيمة على راسي واجت اليمة رقية ابويا حضنها قال رقية يا ابو اويا ما تغمج رقية يا ابو اويا ما تغمج غمج تركت اغلى النهر يغتذر منك اه وضلعت زينة حت لو تعبتكم بعد بيته اذا وزاكم الدعا وضلعت زينة بتصيح خويا لما انضحت يا ليث الحرب رتجيلك كان مزدود الدرب وجيتك ولا كان تولوني ضرب وش بعت خويا عقوب عينك عذاب خويا يل ضيقتني وضيقتك ضيقتك ضيقتك لا يمنى لا يسر لقيتك لا تضين يا خويا نسيتك كل شوت يضربني نخيتك ها 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 وحسين ها 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 وحسين الحسينية ضلبت من عندي قال لو تقرأ على العباس براحتك ولكن هالبيتين مطلوبة يلا يا حسين لا ترفعني لا ترفعني وياي خل جثتي مطروحة رحمك الله يا بن فائز يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحة خل الخلايق تحجي فادي أخوه بروح ها يخوه المرجلة والموتة الممدوخة لكن انا باشي لها لدوسك الخي وياي لكن انا باشي لها لدوسك الخي اه انغد فاضل الاخوان فضلك يا اخو يا بزود ما شفتني في الاخوان مثلك بذل مجهود قطع الغذى ذرغان شال الغلم بزن لكن انا باشي لك لدو ساك وعزمي الشيلال المخيم قال مارو خلني على الشاطي اغالج طلعة الرقم مقدر اردلي الخيام واسمع زيانة بتنو انظر دمق سكنة على الخد ينساجم اقرح البيت وتعود ان شاء الله اخو يا لغى السليب دمعي دمومك اتمنيت كان لها الحريم الله يدوم لكن يا اخو يا بها الاراضي يومي ويوم واضيع من بعدي وبعدك الفواطئ